احنا كنا في المسابق نتيجة طبعا تبني المساعات المزرعة للبصل وبعض الاروات الزراعية القديمة وده اروات زراعية كتيرة كان عندنا فضل وقال الحمد لله عندنا زيادة معروض من انتاج لكل المنتجات الزراعية احنا بنأكد على ده ان احنا ما عندناش قزمة منتج ما عندناش ندرة منتج ولكن احنا عندنا تحديدا للسلع اللي حفظت ذكر فيهم البطاطس، الصباطم، البصل، الصوم لان دي مواثمهم الطبيعية فبالتالي عندنا إتاحة وعندنا زيادة معروض ده ينعكس على الأسواق بالإتاحة والزيادة المعروض ينعكس كسابات الأسعار ثم انخفاض تدريجي يعني الانخفاض حصل بالفعل طيب قولينا الأسعار كده للأربع يعني أنواع خضروات دول وصلة كامل نهارد احنا بنتكلم على ثوم من 15 جنيه لغاية 16 جنيه تجزئة جملة تجزئة من 18 ل20 بنتكلم في البطاطس من 8 جنيه ل10 جنيه جملة بنتكلم في التجزئة من 12 ل15 فصل بنتحدث من 10 جنيه لـ 12 جنيه جملة تجزئة من 14 لـ 15 فماصم من 3 جنيه لغاية 5 جنيه جملة بنتحدث من 7 جنيه لـ 8 جنيه تجزئة وده بموتناول كل مواطن نصلي وبنأكد على زيادة المعروض وبنقول كل الأيام اللي جاءة إن شاء الله هيبقى عندنا زيادة إنتاج من خلال طبعا المشاريع الزراعية اللي هي قاة التمرها وأيضا التوسع والتوسع الرأسي وده اللي هينعاكس على السوق الجملة ثم بعد كده يشعر جون المواطن في أسواق التجزئة طيب هل فيه أنواع ثانية من الخضرات والفاكهة هتبقى برضو بتشهد انخفاض في هذه الأيام أمن الموضوع مقتصر فقط على الأربعة دول كل المنتجات الزراعية بنأكد المواسم الطائفية هيكون عندنا قلة زيادة معروض فيها وده هينعاكس على الأسواق بالإتاحة وينعاكس بزيادة المعروض ثم انخفاض تدريجي وده اللي احنا قلناه وأكدنا عليه احنا قلنا من 25% إلى 35% على الأصلاف اللي كانت مرتفعة عليها قبل شهر رمضان لكن احنا التصريح ده كان قبل شهر رمضان مباشرة وقلنا هلأ فيه انخفاض لحصل وتوقعات نجات سليمة على قد الوقع وده اللي اشعر بالمواطن دلوقتي البطاطس التناصر البطل التناصر أيوي يعني فيه حاجات هتنزل الفترة اللي جاية لو تقولنا أنواع هنلاقي أسعارها بتقل الفترة الجاي ان شاء الله كل المنتجات الزراعية اللي هي البشاير هتبقى فيه عندنا زيادة معروض بالأسواق وده هينعاكس بإتاحة داخل الأسواق ويكون عندنا زيادة معروض هيشعر بالمواطن الشهور اللي جاية لإننا شهر اللي جاي وشهر اللي بعده دي بواطن صيفية وهينعاكس كمال بالبشرة أهلنا البطيخ الكانتالوم الخوخ العنم المشمش البروء كله جاي تباعا وده هينعاكس بإيادة المعروض وده هياشعر بالمواطن يعني احنا بنتكلم كل اللي جاي انخفاض ما فيش حاجة تانية هنلاقيها أسعارها بتزيد زي الفترة اللي فاتت أليات العرض والطلب هاني بتحكم الأسعار والأسواق ولكن احنا بنقول الحالة الجوية لا تأثير سلبة عن منتجات الزراعية لو نتظل الحالة الجوية فيها استقرار ما عندناش حرارة جديدة ما عندناش ثقيع ما عندناش أحوال جوية أو تغير مناخ هيكون الانتاج ان شاء الله في وقع ويتوفعتنا في الأسليمة ولكن احنا بنأكد على أن الحالة الجوية هي لها عامل أساسي من خلال زيادة معروض أو انخفاض المعروض